حياكم الله أعزائي المستمعين والمستمعات اليوم ضيف مميز وفقرة مميزة يعني هيك نضفي بهداية هذا اليوم الجميل والصباح الجميل جرع التفاؤل رائعة يعني هذا التفاؤل ما رده إلى لما بيكون فيه هناك شيء مسابقة بيكون فيه شيء محفز مثل ما قلنا كنا عم نحكي عن أعداد الإيجابيين الصباحية ودائما هؤلاء الإيجابيين والناجحين بيكون فيه شيء يحفزهم بيكون فيه هدف عم يستعوله له اليوم معنا في الستوديو أحد هؤلاء الإيجابيين حقيقة الأستاذ سمير عطية مقدم برنامج كان بدي أقول صباحك مسك مقدم برنامج شهد الحروف ومدير بيت فلسطين للشعر رح يحكي لنا اليوم عن مسابقة إيجابية رائعة لكن قبل المسابقة خلينا نسمع المصاحب اللغوية للأستاذ سمير شغوف بالحكاية والحروف وبالأسمار في أحلى قطوف وبالصطر المطرز حين يصحو على كفيك في بوح رفيف هنا وطن الكتاب مع القواف تحلق فيه أشواق الألوف أجيب مبايعا للشعر حتى كنت أغطيكم على شهد الحروف أستاذ سمير نجدد ترحيبنا بكم مرة أخرى يعني هذه المسابقة الرائعة اليوم رح خلي المايك معك تحكينا عن هذه المسابقة الأدبية الأولى لبرنامج شهد الحروف أسعد الله صباحاكم بالخير ونحب أستاذ بلال وكل المستمعين وفريق العمل حياكم الله شكرا لكم حقيقة الإيجابية هي في إذاعة ميسك في أكاديمية إسطنبول في النادي العربي في كل الشركاء الذين عملوا من أجل هذه المسابقة منذ الأسابيع الماضية بل وأنا أقول شيئا منذ الأسبوع الأول مع إدارة ميسك إذاعة ميسك FM كان هناك مقترح حقيقة للتفكير في برناع يعني في فكرة تفاعلية تبدع مع المستمعين وغيرهم فهي فكرة قديمة حقيقة تزامنت الآن مع العامل الثاني لشهد الحروف يا سلام جميل بمناسبة انطلاقة الثانية لشهد الحروف فكانت توجت بهذه المسابقة طيب خلينا نحن نعرف أولا أبو المفوط بشروط المسابقة من هم الشركاء النجاح في هذه المسابقة يعني شركاء النجاح منذ اللحظة ربما يقول القائل من المبكر أن نقول نجاح أو غير نجاح لكن أنا سأقوله بعد قليل لماذا هو نجاح إن شاء الله سبحانه وتعالى الشريك الأساس إذاعة ميسك FM الشريك والرعي الذهب أكاديمية اسطنبول معنى النادي العربي واللجنة الثقافية في النادي العربي ومعنى بيت فلسطين الشعر وثقافة العودة إذاعة ميسك FM إذاعة منذ اللحظة الأولى هي معنية بالبعد المجتمعي معنية بالثقافة الهادفة بكل معانيها الإيجابية بالمبادرات الخلاقة بالتواصل الإيجابي مع الجمهور حقيقة شاهدنا الكثير من المبادرات المجتمعية لإذاعة ميسك FM كان واضحا في العام الأول لإذاعة ميسك FM أنها إذاعة مجتمعية في صف القيم وفي صف الرسالة الهادفة جميل فهذا ليس غريبا حقيقة على إذاعة ميسك FM الراعي الذهبي أكاديمية إسطنبول أنا أشرف بأنني عضو لجنة تحكيم الشعر منذ عامين في المسابقة الدولية للغة العربية فأكاديمية إسطنبول لديها مسابقة دولية على مستوى كل الجمهورية التركية عشرات الآلاف من الطلاب الذين يشاركون في هذه المسابقة جميل النادي العربي مكون في مقره في نيبوسنا ومكون من عدة جاليات عربية يسعى إلى خدمة المجتمع عبر المحاضرات والتثقيف العام بهذا البعد وإدراكه لأهمية الإعلام والشراكة مع الإعلام والثقافة حقيقة خطوة متقدمة تحسب للنادي العربي جميل بقي لدينا بيت فلسطين بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة أيضا العام العاشر لبيت فلسطين للشعر ماشاء الله وهذا تخصصنا هذه رسالتنا ولكن حقيقة أن تجد الشركاء الفاعلين الإيجابيين هذا مهم جدا شركاء النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى طيب إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المسابقة الأدبية الأولى ما هي المحاور الرئيسية التي تتضمن هذه المسابقة مهم جدا هذا السؤال المسابقة في الشعر في القصة القصيرة في النثر ثلاثة مجالات هذه المجالات لدينا موعد العشرين من أب أغسطس القادم آخر موعد تم تحديد بريد إلكتروني الشروط المتعلقة بالشعر من 12 بيتا إلى 16 بيتا طيب إذن إحنا بس نمسك واحدة واحدة أستاذ سمير قلنا فيما يتعلق بالشعر هل يعني الشخص لما بده يبعد شعر يكون هو مثلا كاتبه من أبل متسابق فيه من أبل داخل فيه مسابقات ولا أنه لازم يطالع شيء جديد خاص بهذه المسابقة أن يكون جديدا أن يكون جديدا أن يكون جديدا غير منشور صحيح هذا إذن شيء أنه جديد صحيح مش أنه والله ألفهم من زمان لا غير مخبول طيب ربما يكونوا يعني عنده إياه بس ما أشارك لكن ما أشارك نعم هذا مقبول طيب في حد معين كنت عم تتفضل به عدد الأبيات الشعرية 12 بيتا 12 بيتا 12 بيتا 16 بيتا طيب وهل من النمط شعر جديد شعر لا لا شعر شعر عمودي شعر عمودي مش تبع وذهبت ووقتيت ونهار مع الشرامي هذا الشعر بس حتى الناس تكون واضح لا لا طبعا إحنا يعني صعب أن تحكم يعني إذا كان شعر تفعيله صعب أن تضعه في معيار أنه عدد أبيات وغيره ستدخب إلى معيار آخر طيب هذا فيما يتعلق بالشعر بالديلتزم بيوم 28 على الإيميل طيب هذا الإيميل دكتور معروف الآن في الإعلانات أصبح معروف يعني هو مكتوب عندي هون الشهد جاي من برنامج الشهد الحروف s-h-a-h-d بعدين at miscfm.net طبعا هو موجود بالإعلان الموجود على صفحة إذاعة miscfm مطلوب في معلومات لازم يذكرها لما يبعد القصيدة يعني أن يلتزم بالشروط الموجودة الآن الإسم رقم الحاتف فقط حتى نعرف مين هو طيب هذا فيما يتعلق بالشعر هل هناك سن معين؟ لا يوجد سن معين لكن الأولوية للشباب والمواهب التي لم تشارك من قبل يعني هذه أولوية يعني ممكن يكون هناك يعني أديب ويشارك في مؤتمرات وندوات حقيقة المسابقة هي للمواهب الواعدة والشعر يعني مثلا شاعر موجود أصلا وألف قصيدة جديدة وأدمها يحق له الاشتراك يحق له الاشتراك نعم ولكن أن تلتزم بأن لا تكون منشورة تمنشرة سألة طيب فيما يتعلق بالقصة القصيرة القصة القصيرة والنثر أن لا يتجاوز عدد النص 750 كلمة 750 كلمة نعم صحيح وبدأ كمان نفس الشيء تكون غير منشورة وجديدة غير منشورة وجديدة طبعا هناك أمر معين أستاذ بلا أمر سئلت عنه أنا قبل أمس وأول أمس ما هي المواضيع في القصيدة في النثر في القصة القصيرة جميل لا يوجد مواضيع أي شيء سياسة اجتماعية كنا خلال الفترة الماضية نقول عن الخريف ونقول عن بعض المناسبات والعيد والغربة وغيره يعني تناقشنا في كثير من الأمور ولكن حقيقة حتى نساعد المواهب الواعدة والشباب على الطريق في الكتابة تركنا المجالة مفتوح مفتوح صحيح طيب ممكن يستخدموا اللغة العامية؟ لا طب غير ما سموح ربما تكون تجربة الشعورية وطريقة إصالة القلب شيء جميل يعني ما هو سبب تركيز تكون عن اللغة العربية الفصحة؟ اللغة العربية الفصحة هي العامل المشترك الذي يجمع كل هذه الألسنة التي جاءت من أنحاء الوطن العربي من موريتانيا واليمن وبلاد الشام والعراق ومصر اللغة العربية تجمعنا مثل ميسك تجمعنا حقيقة جميل اللغة العربية موضوع أن اللغة المحكية حقيقة وهذا تخصصي في اللغة العربية هناك إبداع في اللهجة المحكية لدى أهل المغرب العربي أو اليمن أو بلاد الشام أو غيره ولكن حقيقة هذه أمور تحتاج إلى أهل التخصص يعني عندما أريد أن أفتح المجال إلى الموال والعتابة والميجنة مثلا أقول لك أخي هذا لون تراثي وغنائي في بلاد الشام ولكن أحتاج إلى لجنة تحكيم متخصصة ولن تكون الرسالة قد وصلت إلى أموم الجمهور جميل هذا اللفت الانتبالي هذه النقطة أستاذ كريم طيب الآن هي متاحة للعرب أو لغير العرب؟ هي متاحة لكل من يكتب باللغة العربية وهذه نقطة تحسب حقيقة للجهات التي ترعى هذه المسابقة نحن مكون أساسي في هذا البلد مكون في نهضته الثقافية والإبداعية وبالتالي نحن عندما أطلقنا هذه المسابقة مؤسسات عربية ومؤسسات تركية كلنا نعمل من أجل النهوض بالإبداع والنهوض باللغة العربية وبالتالي المجال مفتوح لدينا طلاب وطالبات في جامعات تركية يدرسون اللغة العربية بكالوريوس، ماجستير، حتى الطلاب الأتراك ممكن يشترون طبعا طيب هون السؤال أنا كيف رح توصلوا هذه المسابقة للطلاب الأتراك أو غير العرب حقيقة الموجودين هنا في تركيا ما هي فعلا شيء مهم ربما هن يعني بتعرف ممكن ما يسمعوا هنا بإبداعات منهم لأننا عم نحكي باللغة العامية طيب كيف بدنا نوصلهم إلىها أن نشتركوا الآن هذه المسابقة بدأت وخاصة بعد الإعلان المكتوب بدأ توزيعها عبر المنصات الإلكترونية لكل هذه المؤسسات جميل جدا بيت فلسطين والنادي العربي وأكاديمية إسطنبول وإذاعة ميسك FM حقيقة بكل هذه المنصات الإلكترونية بدأت التساؤلات بدأ الناس يهتمون في هذا الموضوع ستتابع هذه الأمور تابعوا منصات هذه المؤسسات فيسبوك، استجرام، تويتر وغيره واتس أب ستجدون هذه الإعلانات أولا بأول المشاركات بإذن الله طيب، واحد خارج تركيا حابب يشارك لا، غير مسموح يعني غير مسموح لأنه هو مقيم خارج تركيا صحيح، صحيح طيب، عنده ما لش أنا هنفوت لأنه هاي التفاصيل رح ربما تواجهكم نعم هو عنده إقامة في تركيا بس مقيم برات تركيا يعني مثلا أنا عندي إقامة بس قاعد بالسوادي وبروحه بيجي هذا يحسب ولا لا؟ يعني إذا عنده إقامة في تركيا ماشي الحال إذا عنده إقامة في تركيا ماشي الحال قانوني هذا قانوني أيوة، نادي نقول له أنت والله كتير طلعتك بره أو لا لا؟ هذا عند الأمنيات جميل لجنة التحكيم مكونة من كم واحد؟ يعني لجنة التحكيم دعنا الآن نترك العدد ولكنها لجنة متخصصة في اللغة العربية في الشعري والقصة القصيرة من الأدباء العرب والأتراك يعني أقصد أنا لكل محور في لجنة صحيح في لجنة التحكيم هذا الشعر في إلون لجنة صحيح القصة القصيرة في لجنة وفي النثر في إلون لجنة طب، قلنا عن الجوائز تخلي هيك لناس تتحفز يعني الجوائز يعني تصل إلى خمسة عشر ألف ليرة تركية للكاكول كاكول نعم هناك مركز أول وثاني وثالث وهناك جوائز أيضا ترضية للمراكز من الرابع للثامن هناك الجوائز تتنوع بين الجوائز العينية المالية وبين الإصدارات يعني الكتب، إصدارات أدبية كيف إصدارات؟ هذه جائزة من أحد الإصدارات؟ هذه من الجائزة صحيح لديك إصدارات لأن بعض الأدباء الشباب يقول لك أنا ما معي ما يكفي لأن أبدأ مكتبة أدبية أطلع أقرأ كذا جميل جدا وبالتالي هذه المسابقة أيضا تسعى إلى تكوين نواء لمكتبة هذا المشترك الفائز طيب، الآن أنا مكتوب عندي بإعلان المسابقة بأن هناك طباعة كتاب خاص يحوي جميع المشاركات المقبولة هذا ربما يكون من أهم العوامل التي قلت في بداية اللقاء أنها ستسعى بإذن الله إلى النجاح هناك رؤية واضحة لدى المؤسسات المقترح الأكبر أن نجمع هذه المشاركات في كتاب المقترح أيضا والفكرة لدينا في المؤسسات التي تعلن هذه المسابقة مش فقط أنه إحنا نطبع الكتاب ونضعه على الطاولات سيكون هناك مهرجان برعاية إذاعة ميسك إف إيم والمؤسسات بعد المسابقة وتكريم هؤلاء الطلاب وتوزيق هذا الكتاب عليهم وتوزيق هذا الكتاب على المكتبات والمؤسسات الثقافية المعنية بهذا الأمر يعني هذا الكتاب هو للتوزيق ولن يستخدم من أجل مثلا أنه يتم بيعه وأخذ ريع البيع دعم الثقافة بشكل غير ربحي يا سلام يعني هذا الكتاب كل شيء تم قبوله من الشعر كل شيء تم قبوله من القصة القصيرة ومن النثر سيتم وضع في هذا من سيقوم بطبعة هذا الكتاب هذا الكتاب سيطبع على نفقة أكاديمية إسطنبول جميل فالفتح لي حقيقة لأيلون وعلى هذه الجهود المباركة من أكاديمية إسطنبول طيب انتهت هذه المسابقة وعندما تنتهي وليس الآن وتم التقييم وتم توزيع الجوائز وتم طباعة هذا الكتاب كيف ستقيمون نجاح هذه المسابقة حقيقة يعني معلش ربما تكون مسابقة الأولى صحيح؟ لكن أنت شو معايير نجاح اللي أعمل؟ حقيقة أخي بلال السادة المشاهدين والمستمعين ربما يكون المعيار الأول أننا استطعنا أن نطلق المسابقة بحد ذاته؟ منذ اللحظة الأولى عندما بدأنا نفكر الأستاذ عبد الرحمن الأستاذ معتز طريقة إطلاق شيء تفاعلي مع الجمهور هذا الموضوع الذي بدأ منذ شهور أن يجد طريقه إلى العلن بالإصرار بالتصميم وبالعمل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن نجد المؤسسات الشريكة المهتمة في المجتمع حقيقة هذا هو النجاح الأول رقم واحد من طلقة المسابقة طبعا رقم واحد لأنه أنت في مهجر أنت في اقتراب وبالتالي أن تكون هذه المؤسسات في كل التحديات حريصة على أن تطلق مثل هذه المسابقات هذا نجاح بحد ذاته جميل جدا طيب وبعد ذلك بعد ذلك سيكون لدينا النجاح الثاني هو استمرار المسابقة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتسابقين أنتوا ما حطين عدد أنه لازم والله يجينا أقل ما فيه بالشعر خمسين وبالقصة الخصيرة خمسين وبالنثر خمسين حتى أنه نحن وصلنا يعني ما حطين هيك معي الرقم أنا آسف على هذا السؤال لا لا بالعكس بالعكس هذا بمعناته بدنا نشوف الجهود بالعكس هذا السؤال المهم نحن سأتحدث الآن كبيت فلسطين للشعر مؤسسة ثقافية لدينا إطلال على المشهد الثقافي لا يوجد بين يديك يعني عدد تقريب لهذه المواهب لم يسبق أن كان هناك مسابقات دائمة وبالتالي أنت تستطيع أن تعمل شيء تقريبي ربما بالمسابقة في نسختها الثانية تبدأ تقارن وتبدأ تحلل وتبدأ كذا أما في الوقت الحالي الصعوبة والتحدي الذي نحاول أن نتجاوزه هو يعني عدم وجود تجارب سابقة نبني عليها إذن أستاذ سمير عطية مقدم برنامج شهد الحروف ومدير بيت فلسطين لشعر الحديث أشكرك شكرا جزيلا على تشريفك وطبعا استوديو استوديو تبعك وإن شاء الله كل التوفيق والسداد لهذه المسابقة الأدبية وعسى أن تكون بداية لمسابقات أخرى موسعة يشترك فيها وتلقى الدعم وتلقى الدعم الحكومي هنا لأهمية حقيقة في نشر أثقاف أشكرك مرة أخرى شكرا جزيلا نعيزها المستمعين والمستمعات تطلع فاصل ونكمل ما تبقى من فقرات برنامج صباحك مسك خليكم هنا يلسك العام